بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فعد قراءة للمنظومة اللامية لكتاب الفيسبوك آدابه وأحكامه للشيخ أبي سفيان عمر سادة الشيخ نفع الله به آمين بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة مقدمة أبدأ بسم الله ربي أولا أن ناله ثم إليه موئلا مصليا مسلما دوما على محمد وآله ذوي العلا وبعد ذي منظومة نظمتها أرجو بها رضاه جل وعلا وأصله صفر بديع ماتع جال بن شوق الأزهري مفضلا تمهيد اعلم هديت أن كل جدة تجد لها في شرعنا حكما جلا والحكم واجب وندب جائز مكروه نوم حرم فالتسألا والشيء إن يحوي انتفاعا مع ضرر فحكم لغالب وذا قول الملا والشيء واحد وخلف حكمه فالضر حرم وانتفاعا حللا وديننا تمت به الأخلاق بل يعلو عليها باقتدار منزلا الفصل الأول الأداب العامة للفيسبوك فحرص على آداب شرع مصلح في الفيسي أو في غيره تجملا تعاونا برا وتقوى قل نعم واحذر من الآثام وتردها بلا وعمل على نفع العباد مخلصا مباركا أين وجد تفاضلا وحافظا ما حي تذاكرا ما طابع المرء منه خلا واحلص على الصلاة حيث ما أتت هي العمود تركها كل البلا والتحذر أن تضيع أوقات وهل عمر لنا إلا بوقت أجلا خلاصة القول فكن حيث ترى في طاعة لا عاصيا أو عاطلا الفصل الثاني الأداب المتعلقة ببيانات الصفحة الشخصية أما بيانات الحساب إن ترد خيرا فإن الصدق أنعم أجملا لا تركب الكذب ولا تحفل به لبئس مركبا وبئس محفلا وجاز الاسم المستعار كاللقب لا سيما خوف الضرار حاصلا والأصل تصريح صريح واضح وحبذ مشهور الاسم كاملا والزم بأسماء يطيب ذكرها كل مريء فناضح بما ملا ودعك من كل قبيح عاروه يبقى عليك ما حيت شاملا كل تعبد لغير ربنا أو اسم اختص به والعكس لا وكل معبود كأصنا من كذا وكل ما اختص الكفور فاغفلا وكل أسماء الفسوق والخنى أو الردى وكل ما لن يجملا ويحرم انتحال شخص سرقة كل اختراق صار فيه صائلا وصورة الحساب فاختر انها ترسم شخصا ماجدا أو فاشنا واحذر تصاوير النساء كلها واحذر تصاوير النساء كلها وكل منكر فلاستجاهلا وصورة الأطفال أخشى عينهم والعين حق وهي أنك قاتلا خلاصة القول فتلك سلة من القمام أو معين فانهالا الفصو الثالث الأداب المتعلقة بطلب الصداقة أو حذفها أو الحظ والأصل في عهد الصديق صدقه في الود والنفع فليس باخلا والأصدقاء طبعهم مؤثر في الفكر والأخلاق يسر ناقلا كل امرئ مع خليله على دين وطبع فاضلا أو فاسلا فاحرص على من ترجو فيه خيره وضد ذا ففر منه عاجلا واعطف على الصغير واقر شيخنا بالرفق والحلم فعلم جاهلا ومن تراه قد أخلى عاصيا فانصح لا تفضح عله سلا فانصح لا تفضح عله سلا فإن أصر معرضا فحذفه فالزجر بالهجر وإن ثاب فلا وإن أتى منه الأذى فحذره فالكي آخر الدواء إن غلا والأصل ليس بين لنثى والذكر علاقة غير المحارم جلا وقد يجوز أن تتابعي فقط لصالح من بعد إذن حصلا خلاصة القول ما داره على صدق بوصل أو بقطع مفضلا الفصو الرابع الأذى المتعلقة بالإعجاب بالصفحات أو الانضمام للمجموعات وأعلم بأن الصحفة تحصئ ذرة فارفق أخي بالنفس حقا أولا فربما راقت لعين صفحة فيها الردى شباكه جا سلسلا قد كان حر الطير أمس عالقا ما بين أقفاس الخناة مكبلا فكم ترى مجموعة عهرية بدعية كفرية وما خلا فانظر إلى الصفحات فاختر صالحا لا طالحا كالسوق فهرب هروا إلى وأعلم بأن نشر باطل يجي من كثرة الإعجاب فاحذر باطلا ومن أراد زيجة فحبذ من واقع لا موقع حي هلا ومر بمعروف بمعروف كذا عن منكر تنهى ولا تحدث بلا وإن تجد فتنة مجادلا فاصدع وأقصر لا تكن مجادلا وربما سب يجي تطاولا فقل سلاما لست أبغي جاهلا خلاصة القول فحاذر صحفه لصحفي يوم جامع ما أهولا الفصل الخامس الأداب المتعلقة بالنشر وانشر كنشر الطيب عطرا عابقا واكتب لسان العرب لست مبدلا وعلم بأن النشر نوعاني أتى فصالح أو طالح نلتنعلا وصالح ما كان عبد مخلصا فيه الحياء مصفا وعادلا وصادقا ومحسنا وناشرا لعلم وقرؤا وصوتا سجلا مذكرا بذكر أو عبادة يعزو الكلام كاتبا أو قائلا وطالح ما كان عذتا كاذبا مكابرا مكافرا مستردلا وناشرا فضائحا قبائحا وشائعات أو سبابا سافلا أو ناشرا علما على تعالو من مجادلا وصائلا مطاولا ولوصة القول فقل خيرا تفز أو فالصمات عنهما لا تعدلا الفصل السلسادة بالمتعلقة بالعجاب المنشورات أو التعليق عليها وعلم بأن الشرع سمح كامل أليس شامل الجديد قل بلى وكل معروف تصدق لذا لا تحقرن الخير مهما قل لا واحذر من احتقاري أي مسلم بل نصره ونصحه كي يكملا لا تكره الحق ولا تحقر به ولا تكن لقوله مستثقلا أحب للناس اللي تحبه وسأل لهم خيرا وبرا عاجلا ودعك من غل وحقد إنه حلق لدين المرئجة مستأصنا لا تصنع الإعجاب إلا إن يكون حقا مفيدا نافعا لا مبطلا إياك والعون على قبائح فذاك ذنب لا تكن مجاملا والتكتب التعليق أكرم بالتي بها القرآن جاء حقا أنزلا واشكل لمعروف الصديق إنه شام لشيمة الكرام مجملا واحفظ بنانا أن يفوها عيبة نميمة أو غيبة تطاولا وصح برفق ثم فصفح راجيا خيرا كنخل يرمي ينحل والملصقات إن أتت بالتم لا أو إذا قد جويزت وقيلنا وربما جاز الكلام ضبطة مع النساء لا يكن ترسلا والبعد أرجى والنجا وليد إن السلام ليس يعدى معدلا خلاصة القول فكن ذاعفة واملأ أديم الفيس خيرا سلسلا الفصل السابع الآداب المتعلقة بالمراسلات الفيسبوكية وعلم بأن شرعنا حقا حوى آداب حسن مرسلا أو مرسلا فاختر من الأوقات وقتا فاضلا وكن لطيفا كن ظريفا عاقلا ورجلا وعذرا إذا طال المدى ولا تظن سيئا كن عادلا ثم السلام حيه إنسائلا والرد أي بمثلها أو أمثلا وحبث الترحيب والتعطف مع الصغير والكبير بجلا وقرن عالما وعلمه وأنزلنا الناس كلا منزلا وتمنع النساء إلا محرما أو حاجة أعني بقدر أنزلا يعرف المرء بنفسه ولا يبغي الخطاب جاهلا أو مجهلا واحذر من الإملال والإثقال بل متى قضيت حاجة تفضلا في لطف قول شاكرا مسلما فالوصل حبل بالوداد فتلا وحبث إن طال من حديثنا كفارة استغفار كيما نؤسلا وكون آمين الحافظا للسر لا أقل من كلب وفي منزلا كم خائن يجر ذيل الخصة تراه يعلي ذيله مدللا خلاصة القول فكون عبدا له حقا وصدقا قائلا أوفاعينا القاتمة أسأل الله حسنا وسعادتها وأسأل الله الكريم عفوا وحسن ختم والجنان الموئلة والحمد لله وصلى ربنا مسلما دوما على خير المال صلى الله عليه وسلم وبركة المباركة المحمد بعض الخلق وإضاء نفسك وزنة عرشكم من ذلك كما تكلاه نجري من كل الضيق فأنت إلهنا مولى الجميع وعبلي في مدينة المستقرر ونزق ثم دفن في البقية والوليدية والمشايخين والمسلمين آمين اشتركوا في القناة